الاهلي نهاية الموسم اللي فات ما كانش يبشر ابدا انه يقدم موسم زي ده هذا الموسم في رأيك ليه التحول ده من موسم سيء جدا من الموسم الماضي لموسم تاريخي للنادي الاهلي عزة الموسم بص الاهلي مجلس الادارة خلق بيئة النجاح بيئة النجاح في اي تيم كبير لازم نجوبك يبقوا مستقرين مفيش مشاكل في العقود عندك معك مدرب كويس هو جهازه شغالين بشكل كويس من اول قرار بتاريح اللعيبة في نهاية الموسم وفق في اختيار مدير فني كفق الراجل ابتدى يشتغل وابتدى يرتب كل الى اوضع العارمة اللي كانت موجودة في التيم بشكل منهجي وعلمي ممتاز نتائجه شفناها فكل الحاجات دي كلها هي دي بيئة النجاح انك تختار جهاز كويس تسيب ويشتغل خدت قرار كان قرار مهم جدا انك خلاص قررت ان اللعيبة كانت مضغوطة جدا سنتين او ثلاث سنين وارا بعد كان لازم تعمل كت وتريح وبعدين الناس ابتدت اه مخدش فترة عيادات كاملة لكن اسبوعين كانت كفيلة انه يلحق يرتب في ادواته بشكل كويس واحدة واحدة يوصل اسلوبه سيطر على قطة اللبس عمل صفقات ممتازة في يناير بشكل كويس جدا كل الحاجات دي بيقتي النجاح اللي خلق مجلس قدرت النادي الاهلي عشان كده قدت انك خدت بطولة في التانية في التالتة وشغال في الرابعة يعني في الخامسة افريقيا واثنين سوبر وكاز فهي بيقتي النجاح دي النادي الاهلي اشتغل في ده بهدوء بشكل كويس جدا ووفق في حاجات كويسة جدا اهمها كولر